السهل الخير النهاردة انا حابب ان اتكلم شوية عن مسلسلات رمضان والسنة متطيبين مسلسلات رمضان السنة دي يمكن انا بالي مدة السنتين اللي فاتوا ما كنتش متابعهم قوي بالذات بعد وفاة والدتي ما اهتمتش بالتلفزيون خالص بالسنة دي قلت اما اتفرج بالذات في المشاكل بتاعة الكورونا هنا في امريكا وكان واحد عاوزي يخرج عقله شوية من هذه المأسايا انما السنة دي انا شايف ان في فعلا حالة جيدة من المسلسلات يعني افضل بكتير من السنين اللي فاتت الانتاج افضل التمثيل افضل القصص افضل وتحس ان المسلسلات مليانة فيها الموضوع يشدك يعني مش التطويل فنبتدي بنقد موضوعي مش عارف الواحد يتكلم عنهم كلهم في فيديو واحد ولا نقسمهم على فيديو اذا نشوف الوقت يسمح ولا ما يسمحش اولا هنبتدي لان اشغال دلوقتي ليالي ليالينا تمانين يعني مش عارف ليهم ما سموه تمانين يعني لان هو مبتدي بحادثة اغتيال رئيس انور السادات وده كان معروف انه يوم 6 اكتوبر في عجز الاحتفال انما مسلسل اسمه تمانين يعني معرفش ليه مش واحد وتمانين هل حتى مفهاش سجع يعني مفهاش يعني ليالينا تمانين المهم هو مسلسل انا شايف انه مسلسل جميل مليان ناس كتير يد نصار خالد الصاوي اه 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 بسواء مشكلته فيه شوية بنات بيشبال بعض اللي هم ارايب صابرين في الوقت بيتلغبط هم مين اللي مع مين يعني فيه اللي عايزة كانت بتحب ابن صابرين وفيه واحدة تانية اللي اه بشتغلت في المصنع ومش عايف ايه و وحكايتهم مع الرجل اللي هو جوز بنت خالد الصاوي ده اه ساعات معرفش ليه بيبقى هو كويس ان بتبقى البنات كلها نفس الشكل بس بالذات لما يبقى وجوه جديدة بيبقى صعب انك تفهم هي مين بنت مين ومين اخت مين ومين مع مين ومين يعني بيبقى ساعد ده بيبقى عيب شوية وده موجود ايضا في المسلسل اللي بنكلم عليه بعدين الحراملك اللي هو المسلسل السوري المسلسل الضخم يعني انما هو ليالينا تمانين يعني هو انا كنت مدخل انه هيحكي اكتر عن كان في قصة كان الكاتب فتحي غانم ليال افيال وكانت تحكي عن السبعينات والثمانينات والتغيرات اللي حصلت اه في الفترة دي اه 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 انا كنت تفكر ان هيبا كده يعني هو هو اكتريته هو يعني هو مش داخل في الاحداث قوي لا سياسية ولا اه يعني هو اكتر جايب اللي هو قصة الناس اللي كانوا بيسافروا بيشتغلوا في بلد عربي وبيبعد عن مراته ومراته مستغلة ومش عارب انما يعني هو كان ممكن يعملها انه من كم سنة يعني المشكلة دي موجودة لحد قريب اه والحد الوقت اللي لسه فيه لما بيشتغل في بلد عربي يعني ما اعرفش يعني الحد وقت انا مش شايف ان ان القصة المغذى بتاع اه تمانين يعني يعني ولا واحد وتمانين ولا خمسة وتمانين يعني هل هي حد هيموت وهيطلع ابنه شبهه يعني مش فاهم انا ايه الحكاية انه ده كان دايما المشكلة دايما اي واحد بيموت ابنه يطلع شبهه يعني كل الناس تلاقيهم واكتر عدد يعني كان مرة واحد بيقول ان ان في السينما المصرية اكتر عدد من التوائم في السينما المصرية من العالم كله يعني فالمهم موضوع التمانين لحد الوقت انا مش فاهم المغذى في الموضوع يعني يعني لا جايب مثلا مشكلة ما بعد الانفتاح لان هو بعد التمانين بعد التمانين بقينا نشوف هو كان ده عصر مبارك اللي بقينا نشوف فيه الانفتاح بشكل الحقيقي يعني او اثار الانفتاح يعني يعني مش جايب مثلا التعصب او الديني او يعني يعني مهم مش جايب اي مشكلة من المشاكل اللي ابتدت بعد او في التمانينات يعني 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 نتكلم في المسلسل الكتير انما هو الى حد ما هو مسلسل ضريف وكويس انما المسلسل التاني اللي بعتقد انه برضو بيشد هو فرصة تانية واعتقد ان احمد مجدي واعتقد هو ابن مجدة بعمير المخرج احمد مجدي عامل دور كويس البزاوة عامل دور كويس ولكن هو ياسمين صبري محتاجة انها يبقى عندها تعبير مختلف شوية لانا ياسمين صبري بتفكرني شوية بشيرين صف الناصر اللي هو شكلها جميل وحلوة انما لما بتيجي تعمل دور لكل الادوار هي طريقة واحدة تعبير واحد نبرت الصوت واحدة حتى ما بتيجي تضحك انا بشوف ياسمين صبري شكلها في المسلسل وطريقتها زي ما على اليوتيوب بتشوفها مع صاحبة يعني او كان في التلفزيون او كده انا ما شفتها على اليوتيوب صاحبة السعادة مع سعاد يونس او قبلة فهيتا وطريقة الدحكة بتاعتها اللي هي تعمل كده تضحك كده ودايما اللي هي تعمل تلفلف شعرها كده تلفلف شعرها وبعدين ترميها على ورا وتلفلف شعرها يعني تحس ان نفس الحركات بتاعتها اللي هي طبعا حلو ان الوعد يبقى طبيعي وهو بيمثل بس لكل مقام المقال ولكل حالة محتاجة تعبير مختلف ومحتاجة نبرت صوت مختلفة ومحتاجة طريقة تصرفات مختلفة انما هي عاملة شغلة مش بطال بس المسلسل هو قصة قصة جميلة وحلوة والحد الوقت يعني انا شايف ان هو الموضوع يعني على رأي المثل ابتدت به عايزة كانت زي ما بال اعتقد اللبنانية تحرقصه يعني بتخليه عاوز يعني خليه تغيزه في الاول لما كانت بترفضه وبعدين اضغازت انه راح يتجوز وبعدين لفت لفت وعمت عليه اللعبة انه هو انه هي فقدت الزاكرة وكلام ده وحتى هو كان واحد كان مستغرب ازاي فقدت الزاكرة وعارفت تشتغل وفكرة قواعد الماركتينج وقواعد الادارة والتصرفات بتاعتها يعني ما تدلش عنها فاقد الزاكرة ولسه فاكرة ابوها واماها واخوات واختها وجز اختها وغلاسته يعني ما نسيتش الكلام ده لكن هو هو المسلسل الموضوع هي يعني في الاخر انا شفت اليها امرت زياد قتلت نفسها ووقعت من البلكون الله اعلم بها نهيته تبقى ايه بس هي فيها حكمة اعتقد ان في النهاية الحكمة ان الناس ما تستغباش قوي في لما بتبقى متضيئا من حد يعني خلاص جالك وقالك انا اسف بتعودش تضغط عليه يعني يعني لما تزعل من حد ازعل اه الى حد ما ان ان ويجي تأسف لك لان بعض الاحيان البني ادم اللي قدامك مهما هيجي فات خلاص مش هيجي تأسف لك تاني يعني انت كل ما يجي تأسف لك ترفضه يعني هيجي المرحلة كأنك هتضطر انت اللي ترجع وتطلب منه السماح لان هو لو خلاص فاض بيه وخلاص بيقولك يعني انا عمالة تطلب منها السماح وهي او هو او هي او ايا كان الاطراف او ساعة حتى في العلاقة الاسرة الوحدة بيجي فوقت خلاص بقى محيزها وبيبطرف اللي هو اللي منتظر بردو ان يجي لانه بيعمل كلا من وراء قلبه يعني اللي هو الناس اللي بتعملها من وراء قلبه لانه عايزة تحس انها لسه مطلوبة فبيجي فوقت بيضطر انه هو اللي يروح ويقول انت لو تقسفتلي انا خلاص انا يعني دي بتحصل كتير يقولك انت لو تقسفتلي دلوقتي انا خلاص انا هارجع تاني وابقى كويس يعني بتحصل كتير بني ازدقاء في العائلات في الدنيا كلها بس في النهاية الواحد لما بيستغبى بزعل وزيادة انا حاسن هي ملك استغبت في زعلها زيادة وده حكمة ان الناس لما تزعل من حد ما تستغباش قوي وتحاول انت يعني خلاص بقى انسي يعني انت عايز الراجل يعني خلاص يعني وبعدين رجعلك وشفت انه هو يعني يعني انا بتكلم كالو ده بني ادم انا بشتغل معاه او في الانسان انا اقول له كده خلاص يعني يعني انت شفت انه هو يعني برغم من كده صحيح تجوز وصحيح عمل بس في النهاية هو ترك زوجته وحاول انه يرجعلك تاني وحاول انه هو ياخد فرصة تانية ويبتدي من اول وجديد يعني للاستعباط ده يعني انت عايز ايه يعني موت نفسه عايز ايه في النهاية بس هي كالقصة قصة كويسة بس هو كل الشغالين في المثلسل كويسين وبعدين هو مافيش حد بتتلغبط فيه طول هي البت دي بنت مين يعني برضو هبة ماجدي عاملة شغل كويس مستحملة جزه الجلان في دوان يعني هو جزه الصراحة الواحد عايز كده يعني ايه يعني يعني مهم يعني فغير كده هم المسلسلين دول لحد الوقت اللي هتكلم فيهم لان الوقت تقرب يعني يخلص وكل سنواتي طيبين مرة تانية وشوفكم على خير ونعمل فيديو اخر عن مسلسلات اخرى وشكرا مع السلام اشتركوا في القناة